اشتركوا في القناة اسمي مات وأعمل مع الكلاب العدوانية لن ألحق بك الأذى أنا أخذ الكلاب الغير مرغوبة لا تريد أن تكون وحشا وأعيد تأهيلها مظهراً الاحترام والثقة والمحبة لا أصدق كم هو هادئ لأنني أعلم أنه لا يوجد كلاب سيء أنا في طريقي لرؤية جروين موني بيني والتي تبدو عدائية تجاه شقيقها الجروي جاي بي وتجاه أي كلب تصادفه مالكا موني بيني قلقان من أنها قد تصبح عدائية مع كلب كبير وتقتل وللأسف الشديد يحدث ذلك كثيراً لا نرى شيء اخترتني موني بيني دون كاتي سأدللها أكثر من كاتي لا أوافقك أنا سأدللها أكثر منك لا 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 تقولي ذلك عزيزتي أحبك كثيراً عندما ننام تنام بجانبي أحبك من أين نبدأ اعتقدنا أن جيبي سيفرح بموني وعندما حصلنا على موني بيني كانت تعضه لم يعود جيبي سعيداً أبداً وذلك بسبب الإساءة في معاملته وبدأت تعضه كلاباً أخرى والجيران أظن أن الناس تنظر إليها على أنها كلبة سيئة وأنا أعرفها جيداً مرحباً مرحباً أتمنى أن يتمكن مات من مساعدتنا سعيدة بلقائك إنه أملنا الأخير تجاهلها حسناً هذه النصيحة الأولى من هذا؟ هذه موني بيني وهذا جيبي أعمل على تقوية العلاقة إذا غيرت طريقة التعامل مع كلبي فإن كلبي سيتغير لا لا تخبروها بأنكم تحبونها ولا تخبروها بأن ذلك سينتهي إنها تلاعبون أول شيء أخبرتكما أن تقوما به هو التجاهل يعني أن لا تخالطوها أبداً علينا أن نكون هادئين لنعرف ماذا يحدث مع كلابكما يتعلق الأمر بالسيطرة على الانفعالات أجل صحيح؟ تبدو موني بيني سريعة الانفعال وتصبح عدوانية تجاه الناس والكلاب إنها عدوانية على غير العادة تجاه الكلاب طبعاً وتسببت بمشكلة عندما تعود أو تكون عدوانية يتعلق الأمر بحمايتها لمساحتها الخاصة لإبعادك عن طريقها هل تنام معكما؟ أجل كم أتمنى فعلاً لو أننا لم نعودها على ذلك؟ تتجاه نحو رأسك حتى لو وضعتها إلى جانب قدميك عليكما إبعادها عن السرير لا توجد طريقة لذلك ولمساعدتها على الدخول إلى العلاقة الصحيحة لا يمكنها النوم معكما إن كان كلبي وطلبتم مني القيام بمهام ولم أستجب لكم ولكن أستطيع أن أنام في أكثر الأماكن راحة فإذا لماذا؟ علي أن أستجيب ذلك رائعاً حسناً إن هذا الأمر يشعرني بالحزن الشديد أعتقد أنها تحتاجني إنها صغيرة وأنا أشعر أنها بحاجة للدفء والإحساس بالأمان أيضاً سيكون صعباً ولكن سننتهي هذا للأفضل قل لي ماذا يعني أنها تريد النوم فوقي؟ هذا يعني بأنك تعطينها مودة أكثر في الأوقات غير المناسبة أنت أم حنونة جيبي كلب جيد تستطيع أن تلاحظ عندما أناديه أنها تريد استحواذ اهتمامي الجراء عنيدة فإنها تتصرف بعضوانية وهيمنة في محاولة حصولها على احتياجاتها فموني باني عندما تريد شيئاً تزعج جيبي لتحصل عليه تتعاملون مع انعدام الأمان القلق بسبب الانفصال وقلة تنشئتها الاجتماعية مع بعضها ومع الإنسان فلديك كل العوامل التي تشكل هذه المشكلة حسب خبرتي فإن أحد المتسببين في السلوك غير المرغوب هو المبالغة بالمودة غير المناسبة أنا أنصحكما بأن لا تداعبوها إلا إذا كانت هادئة أقوم باختبار المودة لأنني أريد أن يكون المالك قادراً على رؤية كيف سيتجاوب كلابه له إذا تجاوزنا خصوصيتها والوقت المناسب الذي نريده هو عندما يكون هادئاً سأسأله إن كان بمقدور مداعبته إذا لعبناه دون موافقته نعلم الكلب أن الأمور تجري هكذا الجميع يتدخل بدون الموافقة وأنت تستطيع التدخل دون الموافقة إنها هادئة لقد وضعت يدي أمامها هي ستوافق وستضع رأسها برفق باتجاه يدي سوف توافق كما هي توافق الآن أو سوف ترفض وتبتعد برأسها بعيداً أرأيت ذلك؟ عندها لا ألعبها هذا ممتع أشعر أنها دوماً تريد ذلك معظم المودة هي بسبب رغبتنا بذلك وهذا لا يتعلق برغبتنا نحن بل باحتياجات الكلاب أحاول؟ أجل حسناً إنها موافقة انتظريها انتظريها تلك هي الموافقة هل شعرتي باستقرارها؟ كلبة جيدة والآن بلطف شديد ترين كيف تنظر إليك أجل إنها تبحث عن يدك أجل ليست مرتاحة لذلك ابتعدت أرأيتي؟ أجل لم يعجبها ذلك إنها مستقلة وصغيرة لقد جعلتني أدرك أنني كنت أضغط عليها بافتراضي أنها تريد ذلك أن أقترب منها وأعطيها حباً لكن ربما لا تريد وجعلني أنظر إليها ككلبة لديها احتياجاتها الخاصة المختلفة عن احتياجاتي أريدها أن تأتي إلى منشأتي لتختبر ماذا يجري عندما تجتمع مع غيرها من الكلاب كما أن المودة مهمة جداً لكن لا تلعبها إلا وهي هادئة ولا تدعيها تنام معكما سأقدم لكما نصائحاً لكن هذه بداية جيدة من الصعب جداً أن لا ندعب الكلاب فهم بالنسبة لي جزء مني أنا أحبها كثيراً وسيكون الأمر صعباً بالنسبة لي مرحباً هل يمكنك التحدث؟ مرحباً إذن سيأتي ويسكي وأنا أريد التأكد بأن ستيف لديها نظرة دقيقة أجل كلب راعي أسترالي عمره عامين إنه واحد من أخطر الكلاب التي رأيتها إنه ليس اجتماعياً بل عدواني هاجم كل العائلة ما عدى الأب وهي الجلسة الوحيدة التي توقفت عن إكمالها وذلك لخطورته إنه خائف لدرجة أنه سيخنق نفسه فلا يعرف التصرف مع الطوق عندما يستقر يصبح غاضباً ويستمر بهذه الحالة وسيقتلك إن استطاع هذه الطريقة المناسبة والأهل محرجون لكنهم يحبون كلبهم ولا يعلمون ماذا يفعلون أجل والآن سيغادرون البلد ونحن موجودون في المكان الذي يريدونه سيكون معنا لأسبوعين فيجب على العاملين أن يكونوا شديدين فلا نستطيع القيام بأي أخطاء لطالما ارتعبت من كلب ويسكي أردنا امتلاك كلب مثل أن يملك لون عينين مختلفين بحثنا عنه في كل مكان حتى وجدناه في ولاية أريزونا منذ أن كان صغيراً جداً بدأ في مهاجمة الناس والأطفال وحتى الكلاب الأخرى لقد أخافهم يحضر ويسكي ويقوم بالعض والاعتداء هو متعلق أكثر براؤل هو لم يقم بإيذائي كان علينا أن نضع ويسكي في الطابق العلوي احتياطاً لقد ثبتنا أبواباً بداخل المنزل وأبواباً في الفناء الخلفي لأننا كنا خائفين من أنهم سيقفزوا من على الأسوار إذا خرج ويسكي وهجم شخصاً ما نخاف من أنه ربما يأخذه ويقتله نحب ويسكي ونأمله بمركز العناية بالكلاب لتحويله إلى كلب طبيعي مرحباً سررت بلقائكم مرحباً وأنا أيضاً مرحباً ويسكي أنا سعيد برؤيتك أيضاً يا صديقي أستطيع أن أرى أنك تشعر بقليل من الخوف حسناً إنه يرتجف حسناً سنعتني بك جيداً هو بحاجة للمساعدة هاي هو يستعد إنه يستعد الآن شكراً لانتباهك على ذلك ذلك النباح والطريقة التي يحرك بها عينيه تخبرني بأنه ربما سيغضب قريباً هذا ما سنستخدمه مع أي كلب يمكنه العض يستطيع من خلاله التنفس وشرب الماء لقد جربنا هذه الأمور وقد قام بنزعها منه الطريقة الوحيدة للعمل بسلامة باستخدام الكمامة أعيدك بأن هذا الأمر سوف يصبح أفضل وأعلم أن هذا مزعج وأعلم أنك خائف هذا مؤثر بالنسبة لنا تركه هنا سأبكي إنه صغير لأننا نحبه نريده أن يصبح أفضل ويتفق مع الجميع سيكون بخير حسناً شكراً لكم سأهتم بك لنذهب ليس اجتماعياً إلى درجة خطيرة وكنتيجة إنه مرتعب شكراً لكما على ثقتكما حسناً سندخل هيا نحن قادمان سوف ندخل خلال الأسبوعين القادمين أريد أن يعلم أنه بأمان في العالم لن نفعل ذلك اتفقنا؟ أتعاطف معه وأنا أيضاً إنه مخيف حسناً إنه من أخطر الكلاب التي تعاملت معها سيبقى معنا خلال الأسبوعين القادمين لإعادة تأهيله ها هو تمهل تعال سوف ندخل قادمان مع ويسكي كل ما أريد فعله هو جعله معتاداً على هذه الساحة ليرتاح ذلك هو الخوف العدائي أغلب المدربين لن يتعاملوا مع كلاب مثله فهم يتعاملون مع هذا النوع من العدائية باستخدام الهيمنة أعدك لا أحد سيؤذيك لن تتعرض للأذى وسنعمل للتأكد أنك لن تؤذي أي أحد تساعد الحركة على التخلص من قلقها لذا سنحاول معه أن نمشي تعال هيا لنمشي قليلاً تستطيع معاندتي قليلاً؟ هيا لنمشي بالجوار تعال هيا تعال حسناً آآآآآآآآ انتزع الكمامة انتزعها حسناً بدأ يرتعب ولا يعجبني إلى أين يسير هذا الأمر أعلم أنك خائف أعلم ذلك ونحن نساعدك يبدو أنه في حالة هلع إنه في حالة خطيرة جداً أصمد أصمد أنا وستيف نمسك ويسكي بواسطة حبل تثبيت نستطيع منعه من المهاجمة وهذا ما يريد فعله حقاً أنت بخير علي انتزع هذا أجل حسناً شكراً لك ستيف إذا شعرت بالأمان ها نحن ذا أحسنت أحسنت لم تقم بأي شيء سيء والآن أنت لست في ورطة حسناً لا يوجد كلاب سيئة ولكننا لا نستطيع مساعدتك وأنت بتلك الخطورة حسناً تعالي يجب إدخاله إلى هذه الساحة حتى يهدأ قليلاً ستساعدني فيا بإمساك نهاية الطوق هيا لدينا مكان مناسب هيا ها نحن ذا تابع تابع استمري فيا حسناً جيد أحسنت تعال هيا ها نحن ذا أرى أنك تفكر بشأن هذا القفص إنها ليست فكرة سيئة إنها ليست كذلك ستكون بخير نحن إلى جانبك تعال لن أقوم بمقاتلتك حسناً الجميع إلى الخارج اخرجوا اخرجوا حسناً ماذا يفعل؟ يقف فحز حسناً إنه خائف جداً أجزم بأنه لن يكون عدائياً إذا لم يعد خائفاً من المؤسف رؤيته هكذا أهذا صحيح؟ بالتأكيد أشعر بالأسف وأشعر بالحزن وأريد مساعدته هذا مؤسر ويسكي هيا لنذهب ويسكي تعال أجل أنت بخير؟ تعال تعال كلب جيد بسبب تعاملنا مع الكلاب يستطيع شخص واحد مساعدتها كل ما يتطلبه الأمر هو شخص واحد ليدخل وهو مارسيلو إنه يعمل معنا منذ حوالي سنة ونصف ولذلك هنا مارسيلو ليقوم بالواجب وسنتمكن من مساعدة الكلب هذا رائع شكراً لك ما فعلته رائع حقاً هذا واجبي كان ذلك رائعاً بناء مارسيلو لهذه الثقة هو أمر مهم جداً خلال مسيرته لم يطور ويسكي علاقة صحية مع الناس فخلال الأسبوعين القادمين سنعمل على بناء الثقة مع ويسكي عن طريق تركيزنا على علاقات البشر وتنشئتهم اجتماعياً أحسنت رائع هذا هو السرير الذي نضع عليه الكلاب لقد أخرجوا مانيباني من السرير ماذا تعتقدين؟ أوه هل ستنامين هنا؟ أوه حسناً تبدين موافقة هذا سيساعد على حل المشكلة مع جي بي وسيحسن تفاعلها صباح الخير هل أنتم بخير؟ هل شعرتما بالبرد؟ أشعر بالحزن لأنني أشتاق لضمها وأحمليها مرحباً صغيرتي كيف كانت ليلتك الثانية خارج السرير؟ هل حظيت بنوم جيد؟ أشعر بأنها ارتاحت جداً أجل نعم أعلم أن هذا هو الصحيح لفعله من أجل علاقتهما معه لكنهما غاضبان أجل أجل هيا أريد أن أشاهد كيف تبدو وهي تسير تعالا هيا تعالا أنا عائد إلى منزل مانيباني وجي بي وفقاً لما يقوله المالك فإن عدائية مانيباني تظهر بقوة عندما تلبس الطوق فسنعمل على طريقة سيرها هل تضع هذه الأحزمة؟ أه تبدو بوضعية كلاب التزلج أجل هل هذا أمر عادي؟ أجل حسناً بوجود هذا الحزام تستطيع مانيباني أن تميل عليه وبذلك فإن كل خطوة تتخذها أثناء ميلها سيعزز من استخدامكما لطريقة الدفع للحصول على ما تريدان ومع الوقت إذا استمر يتصرف بهذا السلوك فإنه سيستمر بنسبة 50% سأعطيكم شيئاً سيساعدكما على الحصول على تجربة أوضح أثناء السير إنه طوق تلقائي التصحيح والتعديل والمميز بأنه عندما تشده سيصبح محكماً وعندما ترخيه يصبح أوسع ولهذا أريدكما أن تعملا قليلاً وتتركها لتكتشف ها نحن ذا سنمشي قطوة بعد خطوة المشي يعبر عن العلاقة إذا رفعت الحبال الملتصقة بالطوق عندها سأعطي الكلب إدراكاً غريزياً بأننا سنفعل ذلك معاً هذا ليس من أجل أن أكون المسيطر وإنما للتواصل أمسك بها بحيث تكون يدي ثابتة ولكن تبقى ذراعي مرتاحة سأمشي مع ماني باني وفي كل مرة هي تشد سوف أتوقف وعندما ترخي حبل الطوق سأقول كلبة جيدة وسوف نكمل وستبدأ هي بالتعلم أي أنه عندما أشد الحبل يعني أنني لست راضياً وعندما أرخيه أنا راض ابقى يا هناك يا لك من كلبة جيدة هل ترين كم أنت كلبة مذهلة؟ أنت تحبين المشي برفقة أحد ما هل ترون الطوق كم هو مرتاحة؟ لا يصدق إنها جيدة وهي تضع الطوق برفقة مات والآن إن تمكنت من السير معنا فإن حياتنا ستختلف هذه شدة قوية فأتوقف لا أشدها باتجاهي ولا أدفعها للتوتر فهي تتكيف وتهدأ عندما أمشي كلبة جيدة رائع يا إلهي ذلك مذهل أريد منك أن تسير بها في أي جانب أبقي ذراعك ممدودة؟ أبقي يدك في مكانها أحسنتي الآن ارفعي رأسك وسيري بهدوء عندما تشد الحبل نتوقف ولا نمدحها إلا إذا أرخته أشعري بذلك الآن أرخي ذراعك اليسرى أحسنتي عندما تشعرين بارتخاء الحبل امدحيها وتابعي المشي حسناً تعالي علينا فعلها في أول ثلاث ثوان ليتمكن الكلب من إدراك الأمر الذي نحاول القيام به حسناً جيد تعالي كيف تشعرين؟ جيدة جداً أرى فرصة لنختبر سيرها بجوار كلبين اثنين آتيين من الزاوية سيكون هذا جيداً لديها كلبان يضعان الأحزمة طوقان طويلان وهكذا فأنتم تعلمون أنهما لا يحبان أن يقتحم أحد خصوصيتها أبقوها بقربكم واستمروا كلبة جيدة تستطيعان رؤية أن الكلبة البيضاء غاضبة ها هي ذي إنها غاضبة جي بي ومونيباني جيدان مع وضع الطوق لكن هذان الكلبين اعترضا طريقنا ضع مونيباني على يمينك الآن هيا وأتجاوزهما استمر استمر نرى أن مونيباني ليست مرتاحة مع وجود كلاب بالقرب منها ولنكون منصفين الكلاب ليست مرتاحة أيضاً كل هذا يمكن حله حقاً؟ أجل بالتأكيد لكن لا يمكنها النوم على سريرك هذا صعب تحتاج مونيباني إلى الكثير من التدريب على السير بأمان وعلى الفصل بينها وبين كاتي وجيمس استخدموا الأطواق وطريقة التوقف ضعا الكلب بينكما أبقيار سيكما مرفوعين وتابعاء السير إلى الأمام والآن علينا جلب مونيباني إلى ساحة المركز فيمكنها أن تجتمع مع كلاب أخرى وأن تتعلم مجموعة من الحركات عليها معرفة أن الكلاب لا تشكل تهديداً ومن ضمنها جي بي هذا ما نعمل لأجله حسناً؟ أجل هيا بنا للداخل أحسنتم فتاة مطيعة جيد حسناً سأخرج مع ويسكي بهدوء تعال إنه ذكر جيد ويسكي جيد جيد إنه عدواني تجاه الناس لم يبقى في الساحة دون أن يرتعب تعال تعال حسناً انتزع الكمامة انتزعها يبدو كأنه هادئ ولهذا نشعر بارتياح للعمل معه دون الكمامة هيا لنستكشف بعض الأمور هيا تريد الذهاب؟ أنت تبلي جيداً أنت تبلي جيداً تعال تعال كلب جيد أعلم أعلم ذلك تحرك إلى اليمين لنلحق ستيف تعال كلب جيد ويسكي كلب جيد كلب جيد رأيت نظراتك جيد بهدوء إذا كنت خائفاً هذا عادي فأنا خائف أيضاً كلب جيد لست هنا لإذائك هنا مارسيلو الشخص الوحيد الذي يثق به فسنستمر بجعل مارسيلو يعمل معه ليحاول جعله يسترخي تعال هيا كلب جيد جميل هيا كلب جيد أحسنت أنت كلب جيد لا أحد غير رأول يستطيع المشي معه حاول عد زوجته وأولاده وملاحقة الكلاب الأخرى أيضاً فعندما ازدادت عدوانيته ميرنا ورأول جعلا عالمه أصغر بوضعهم للسياج والأبواب حول المنزل حبسا ويسكي في غرفة واحدة ونادراً ما يأخذونه للمشي خوفاً من غضبه أعلم أن حبسه كان لأجل حمايته لكنه بحاجة إلى الكثير من التفاعل الاجتماعي والمجهود الجسدي ليبقى عاقلاً آه يبدو جيداً جداً آجل أوه ويسكي جميل سيرى ويسكي الكثير من هذه الساحة وسيكون هدفنا أن يصبح مرتاحاً ويضع طوقاً ليتمكن من المشي برفقة دون أن يذهب ليختبئ هيا بنا ويسكي سأدخل مع ويسكي جيد وبعد أسبوع أصبح أكثر ثقة عملنا لم ينتهي لكننا وصلنا لمرحلة نستطيع فيها التواجد معاً مرحباً أنا سعيد لرؤيتك اليوم سنحقق نجاحاً إذا تمكنت من جعله يمشي برفقة لذا سأنضم إليكما هذا جيد ويسكي يحب ستيف وفي هذه الأثناء أحاول استغلال تلك العلاقة لأتمكن من جعل ويسكي يثق بي أكثر شاهدته ينظر إلي تعال سنذهب بهذا الاتجاه أنا أشاهده إنني أراقب عني أجل أحسن تصديقي أنا هنا برفقتك أجل أسناً ستيف هناك شاهد هذا هيا بنا لنستمر أنا أراك هيا بنا هيا لنلحق بستيف لا تفعل هذا لا تشد الحق لدينا العديد من المشاكل المتنوعة هيا إنهب هيا ويسكي أحسن جيد كلب مطيع هيا بنا سنذهب في هذا الاتجاه كلب جيد كلب جيد تعال معي هيا كلب جيد والآن عملي هو أن أمدحه في كل مرة أجد أننا متفاهمان عندها وشيئاً فشيئاً سنبني مزيداً من الثقة بيننا وهذا هو المطلوب يصبح أسهل حركة أكثر مرونة هناك تقدم واضح أجل لن أبقيك عالقاً هيا تعال معي واحد اثنان انهب ها نحن ذا كلب مطيع وضعنا حدوداً من أجله حيث عقله لا يستوعب ما الذي يحدث هنا أنت فخور بنفسك ها أنت ذا أحسنت كلب مطيع ويسكي لنفعلها مجدداً هيا من هنا أحسنت كلب مطيع هيا تعال أصبح أفضل جميل تعال مارسلو جميل هذا رائع أنا فخور بك هذا إنجاز كبير فقد بقي هادئاً ولم يتراجع عن عن الخروج لقد بنيت معه الثقة المطلوبة وسوف نكمل تدريبنا إذن الآن يجب عليه أن يمشي في الخارج تلك هي المرحلة التالية كلب مطيع مرحباً مرحباً مات هل تساعدنا؟ تمر الكلبة تاشا بوقت صعب وأريد إخراجها مرحباً أنت خائفة جداً أيتها الجميلة لن أؤذيك أبداً حسناً الجميع هنا لمساعدتك لا أحد سيقوم بإذائك أساس العدوانية هو الخوف لهذا السبب نحن نركز على مساعدتها في التخلص من الخوف لتتمكن الكلاب من أن تصبح أكثر ثقة بنفسها لا تخافي ممتاز تعالي تعالي هيا تعالي تراجعي هذر تعالي كلبة جيدة تاشا أنا متأسف أنك خائفة لم تقوم بأي خطأ إن تخلصنا من الخوف عندها سنتخلص من العدوانية الجزء الأصعب هو أن لكل حالة شيء خاص كل كلب يظهر خوفه بطرق متنوعة لننظر إلى هذه حسنا حسنا أراك أعلم أنك تريدين مني الابتعاد وحاول تحريكك لتكوني بأمان وستؤذينني حسنا يمكن أن يصبح خائفا إن وضع في الظلام فيقاتل من أجل حياته شعاري هو الاستيعاب لكن عندما يظهر عنف مثل هذه فأتخذ تدبيرا احترازيا هذا ليس شخصيا لكن لتخليصه من العنف ولكن بين الفينة والأخرى أستخدم تقنية الانعكاس إنني أفعل مثلها إن أظهرت أنيابها مثلا فأقوم بذلك وإذا توقفت عن ذلك أقف لأدعاها تعلم أنني المسيطر فالمسؤولون هم من يساعدون كلبهم ليرجع إلى التفكير هل انتهيت؟ علينا أن ننهي لنكمل التدريب عندما أراها تنظر للأسفل عندها لدي فرصة إنها تفكر مجددا أصبحت هادئة كلبة جيدة كلبة جيدة عزيزتي وعندها أبدأ بالتراجع لأريها بأنه لا يوجد تهديد حسنا هذا جيد حسنا علينا إذا حتقفصك لا تعجبني هذه التقنية لكن في هذه الظروف علينا أن نتجاوز الخوف لنتمكن من مساعدتها ولنعالجها هذا أنا ها نحن ذا ها نحن ذا لقد نجحت لقد نجحت لقد فعلتها حسنا يا عزيزتي حسنا تواصلنا مع رؤول لنمدد بقاء ويسكي إنه تقدم مذهل منذ اليوم الأول أجل كان قادرا على الاستجابة لمجموعة من الغرباء سنقوم بإخراجه لنقوم بالسير ولنبدأ بالماشي ونستمر بالعمل معه حسنا حسنا ابقى استرخي سنذهب للسير تحسن ويسكي في الأيام الماضية واليوم سوف نخرجه إلى العالم الحقيقي أنا قادم مع ويسكي الكلاب الأسترالية حساسة للضجة أعلم الكثير من الأمور تحدث إنها تحدث هنا فهناك الكثير من الضجة التي ربما تطلق وتحفز عدائية ويسكي وإن لم يسيطر عليها فمن الصعب العودة للمنزل أعلم أنا أراك سمعت تلك الشاحنة أجل أجل سنتدرب على المشي خارجاً في العالم الحقيقي ولا يسير الأمر جيداً أنت جيد كلب جيد أولاً سيكون تدريب البدء والتوقف نحن الآن نقوم بتعليم ويسكي ألا يشد الطوق هيا تعال هما خلفنا مع هذا التدريب أنا أنتظر لرؤية قدرة الكلب على سيطرة انفعالاته كلب مطيق هيا عندما يشعر مارسيلو بالضغط على الطوق يتوقف والثانية التي يخفف فيها ويسكي ويشعر مارسيلو بخفة حركة الطوق يقوم بمدحه على الفور البدء والتوقف وعندها يتعلم ويسكي بأنه لن يتمكن من الحصول على ما يريده باستخدام الإلحاح وراقبه إنه يمشي بشكل جيد فإذا أخذنا بالاعتبار أين كان قبل ثلاثة أيام فهذا جيد إلى الأمام تصنعي الشرود كلب جيد هيا بنا نذهب تركز ستيف للأمام وتبدأ بالمشي وكأنها شاردة وتبحث عن شيء ونحن نراقب كيف أن ويسكي يتابع أين تكون نظراتها عندما تكون مركزة يبقى مركزاً وعندما تصبح شاردة ينفصل تركيزه إنه يراقب رأس ستيف أنظر لقد فعلها إذا شعر بأنه ذاهب للسير وبمفرده سيكون كل شيء مرعباً أما إذا شعر بأنه ذاهب مع شخص يثق به فعندها سيكون كل شيء ممكن حسناً سأتابع على ذات الوتيرة هيا أنت كلب للعمل وسيم جداً هناك الكثير من الضجة والمؤثرات لكنه يقوم بعمل جيد وخصوصاً بما أنه حساس للضجة إنه رائع لأنه يتعامل مع الكثير من أصوات الشاحنات التي ترعبه هذا جيد لقد أدركت للتو بأنني معجب بهذا الكلب أنا مندهش من قدرته على التعامل لا يزال هناك أمل بهدوء 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 هنا بهدوء جميل شكراً لك أنت كلب مذهل أحاول أن لا أعطي الكثير من المودة لكن انظر أنا أريد ذلك بالفعل وأرغب بفرق بطنك أهذا ما تريده أنت؟ يا إلهي عدم إظهار المودة بيننا صعب أخبرتني كاتي أنها تحاول فقط أن تعطي المودة للكلاب مرحباً أتريد مودة؟ هل توافق؟ مرحباً واحد اثنان حسناً يكفي إنه من الصعب القيام بكل الأمور التي طلبها مات أوه أنظر من وصل لا أستطيع إظهار أي مودة تعال هيا تعال أوه تعال انظر إلى هذان الكلبان لكنهما يبدوان أكثر سعادة وهدوءاً يبدو الأمر فعالاً حقاً ساعد الكلاب بعضها للخروج ولتواجه مخاوفها نحن سنقوم بحفلة للكلاب هنا معك ومن ثم ستحصلين على عشاء ستساعدنا كلبتي فإنها محبوبة اجتماعياً وسريعة البديهة إن لم يتمكن كلب من الانسجام معها نعلم أن لديه مشكلة في التواصل حينها لدينا كلبة اسمها موني باني موني باني عدائية وتهاجم الكلاب الأخرى وسنرى كيف سنساعدها حسناً مارسيلو موني باني قادمة الكلب الذي اجتمعت معه موني باني كان الجيبي لذا إنها لا تعرف كيف تتفاعل مع الكلاب الأخرى عليها أن تتعلم كيف تصنع خبرة تبقيها آمنة ومستقلة مرحباً أدخلاً إنها موني باني أجل دعها تلعب لا يهم مهما تفعل دعها تلعب فحسب التواصل بين الكلاب يظهر كل أنواع السلوكيات غير المرغوبة هذه نامة إنها تحب الجميع من الواضح أن موني باني لا تملك أي فكرة عن التواصل مع الكلاب أحضرت فرانكي حسناً إنها متوترة مرحباً سنضيف الكلاب لنرى إن كان بمقدورها تكوين صداقات لنشاهد ما الذي سيحدث حسناً ليست عدوانية معهم ولا تجاه الطوق جاهلة للتواصل اجتماعياً سأدخل مع فيبي لا تعلم كيف تتواصل مع الكلاب الأخرى ووقت اللعب أحضرت تادي شكراً لك إن موني باني ليست اجتماعية أبداً ففي جلسة اللعب نأمل أنها ستصنع صديقاً ليساعدها في التصرف خائفة فقط هذا ليس العالم الذي تستطيع العيش فيه أبداً تستطيع رؤيتها منزعجة أنت حائرة لديها نظرة شوق في عينيها فتلك النظرة لتستنجد بالإنسان ونشاهدها لدى الكلاب التي تحب الاعتماد على الإنسان كثيراً علاقة اتكالية هل تستطيع إخراجي من هنا؟ هل لا تسهل علي الأمر؟ هي لا تعلم بأن هناك عالماً بالكامل متاحاً لها إنها متوترة فلنحضر الكلب كينغستن حسناً شكراً لك إنه أول كلب لي والكلب الأصلي لمركزنا ولم أتواجد إلا بسببه إنه موهوب اجتماعياً لا يأخذ الأمور على منحاً شخصي هو الذي سيخرج مانيباني من قوقعتها كينغستن أتقابلينه؟ حسناً إن شم كلب لآخر هو ترحيب به ولم تقم مانيباني بذلك حسناً ها هي ذا ها أنت ذا كلبة جيدة يا لها من طريقة من الجيد أنها رحبت به كينغستن جيد لديك كلب واحد جديد شريك جيد لها بهذه الطريقة ها نحن ذا يبدو كأنها تكتشف الأمور اليوم الأول للتواصل لدى المركز كان جيداً بالنسبة إليها إذن أشعر بالسرور حيال التجربة لقد سارت على أفضل شكل لكن يجب إبقاؤها خارج السرير وسيفعلون ذلك ويجب إحضارها أيضاً لتقويتها اجتماعياً وبشكل يومي ومن أجل اللعب مرة في الأسبوع انتهينا أنت تعلم سواء إن رغباء أم لا كنا نحملها ونظهر مودتنا فأعتقد أنها أدركت أن باستطاعتها أن توافق وإذا رفضت سنحترم خصوصيتها حسناً أجل هي أكثر لطفاً معه إنه أفضل شيء رأيته حتى الآن هي ليست بحاجة إليه حتى يحل لها قلقها ذلك رائع فالتواصل الاجتماعي بشكل منتظم سيكون وصيتي تستطيع الحصول على تجربتها ومن ثم تعود إلى المنزل لمقابلة جي بي لتفعل بغرور ما تعلمته هنا ستخرج من قوقعتها وأعتقد أنها ستكون جميلة وستتفاجآن ستفاجئ جي بي أيضاً شكراً لكم فقد كان هذا شيئاً رائعاً جداً بالنسبة لها تحقق مانيباني تقدماً كبيراً وإذا استمر جيمس وكاتي بإحضارها سوف تصبح رائعة وداعاً صغيري حسناً شكراً لكم أهلاً شكراً جزيلاً أتمنعي أياتها الكلاب الصغيرة سأسكب الطعام وأنت ستطعمها مانيباني أفضل بكثير إن حياة جي بي تحسنت بفضل المركز وأصبح المشي تجربة أقل إجهاداً وإزعاجاً مرحباً أهلاً لا يهجماني على الناس بعد الآن إنه أمر جميل جداً نشكر مات على كل المساعدة التي قام بها فأصبح الكلباني هادئين أكثر نعم كل شكر لمركز زين دوغ حسناً أوه كلبة جيدة اسعد هيا كلب جيد أحسنت كلب مطيع ويسكي بعد أكثر من أسبوعين سنأخذ ويسكي إلى منزله ذاهبون للمنزل ما يزال أمامه الكثير لكنه جاهز للقيام بذلك في المنزل مع الناس هل تعلم أين ناحن؟ أعتقد أنك تعلم حسناً ويسكي كلب مطيع لقد طلبت من رؤول وميرنا أن يترك باب المنزل مفتوحاً هما في الأعلى حسناً لندخل ويسكي أرغب برؤية مودته وردة فعله لكونه وصل إلى المنزل بالتأكيد اعتاد ويسكي على ترويع هذا المنزل والجميع بداخله مع درأول حسناً جيد هذا جيد كلب مطيع حسناً أجل لقد وصلنا حسناً لقد تغيرت طاقته صحيح انتباهه لهاث ويسكي وعيونه تخبراننا أنه متوتر لكنه يتصرف كما يتصرف في المركز تماماً نحن جاهزان إن أردتمان نزول إلينا تفضلاه مرحباً إن عملكما سيصبح أكثر صعوبة ستقمان بتجاهله تماماً حسناً ما رأيكما أن تقفا هنا؟ حسناً كلب جيد إذن المذهل هنا أنكما تستطيعان رؤيته وهو في مكانه وينظر إليها هو يتغاضى عن توتره ويتواصل مع إنسان آخر عدى المالك أشعر أشعر وكأنني سألك أجل تستطيع التعامل معه نعم مثلاً لم يسبق لنا أن رأينا ذلك وهو يتفاهم معك كثير المرة الماضية أشعر بكثير بالأمان أجل أشعر بالأمان سنتأكد من جاهزيتكما لتتمكنا من إحراز تقدم لأنه لا أحد يريد ويسكي ليعود عدائياً مجدداً حسناً قبل أن أسلم ويسكي أريد أن أقوم باختبار الباب هذا التمرين سيساعدهما على جعله هادئاً عندما يأتي الناس متى كانت آخر مرة زار كما فيها شخص وكنتما موجودان فيه ولم يقم ويسكي بالنباح أو بالتذمر هنا؟ أبداً أجل حسناً كل ما عليك القيام به هو القول وداعاً أخرج قليلاً انتظر لدقيقة أطرق الباب اقرع الجرس ثم أدخل حسناً موافق؟ أجل وداعاً سأعود ممتاز أدخل وأغلق الباب يدخل ويحافظ على اتصال عينيه مع ويسكي ولا يتجاوب لأي من نباحه أو قفزه المختلف هو أنك لا تقوم بأي شيء فيتساءل ويسكي ماذا حصل؟ أين هم؟ لماذا لا أحصل على الاهتمام الذي يبديه؟ سيحاول أن يريك كم هو لطيف الآن أجل صحيح يا له ميكل بنجميد انظر إليه بعد ذلك سوف يستلقي أبقي نظرك عليه تعلم أنه يحبك لكن عليه أن يتعلم كيف يحترمك يفكر بالاستلقاء رأيته؟ ها هو ذا فعلها أخفض رأسه وفعلها جميل أعجبكم ذلك؟ أحببت هذا أريد مساعدتك لمكافأته دعبه على رأسه وإذا بقي هادئا تابع ذلك موافق؟ ابدأ ربط على رأسه بلطف جميل ها هو ذا سأبكي هو سوف يبكي فعلتها هذا رائع استعدت كلبك مجددا يبدو ككلب جديد وكأنه ولد أجل أنا أنا لا أصدق الشيء الذي تعلمه هو أنه عندما يكون هادئا يحصل على محبتك أهلا بعودتك فلنقم بهذا الآن سنخرج للمشي حتى تصبح أكثر أكثر ارتياحا وأكثر ثقة أجل هيا حسنا أشعر وكأننا جيش ويسكي بدا ويسكي أقل عدائية أثناء المشي لم يكن جيدا معها فالاختبار الحقيقي هو رؤية كيف سيقوم ثلاثتهم بالمشي تابعي هكذا ودعي يدك أهلا ترتاح جيد حسن سنمشي سنمشي معا هيا استمروا أجل ممتاز جميل حسن تأكد من التنفس هاها هذا جيد هادئون جدا أجل هادئ اعتقدت بأنه سيبالغ بردة فعله لأنه كان يشدني ويسيء السلوك لكن الآن إنه مذهل جدا الشيء الذي سنفعله الآن هو أن نبتعد أنا وستيف وتأخذانه أنتمالي المشي لأخبركم الحقيقة فقد كنا فاقديني للأمل لكن بعد أن رأيناه يمشي بهدوء مع مات وستيف أصبحت وكأنها قصة مختلفة هذا هو الوضع الذي أردناه أجل كان لدي شعور بأن اليوم سيكون مذهلا لكنني لم أعلم بأنه سيكون ساحرا أنا سعيدة من أجلهم أعلم ذلك إنه رائع جدا ينظر إلي وكأنه يقول أنت صديقي وينظر رؤول إليه وكأنه صديقه وكل شيء مكتمل لا يوجد شيء ممتع أكثر من مشاهدة الكلاب والناس يجتمعان معا سعداء للأبد وداعا ويسكي وداعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر